من الواضح بأن الهدنة في اليمن قد أخفقت في بداية أو انتهى زمانها في ثاني من أكتوبر كما أن هناك مخاوف مفهومة تماما بأن الدولة قد تعود إلى الحرب وقد سمعنا هذه التهديدات من الحوثيين باتجاه الإمارات والسعودية ورأينا طبعا ما قام به الحوثيون بصواريخهم وبالطائرات المسيرات ضد أبو ظبي منذ تسعة أشهر في يناير الماضي فأعتقد بأن هذه فترة متوترة جدا أنا شخصيا لست متفائلا حيال إعادة الهدنة في اليمن وإنما أنا أضم صوتي إلى عديدين من من هم في المجتمع الدولي الذين يأملون إعادة الهدنة ولكن إذا تناولنا الأمر واقعيا فلا أعتقد بأن هذا وشيك الحدوث أظن بأن القيادة في الرياض وفي أبو ظبي تعد لأن يواصل الحوثيون أو يستأنفوا هجماتهم ضد هتين الدولتين ومنطقة الخليج من المهم كذلك أن نضع نصب عيوننا بأن الشهر القادم في قطر لدينا كأس العالم والإمارات العربية تحاول أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل أن تستثمر اقتصاديا في هذا الحدث العالمي الذي سيقع في قطر وأنا متأكد بأن مشاهديك مدركون لأن كثيرا من عشاك قرة القدم سيشهدون هذه المباريات في قطر وطبعا لن يناموا في قطر وإنما سيأتون ويروحون من أبي ظبي ودبي إلى قطر وهذا يفترض أن يكون طبعا أحدثا كبيرا جدا لصناعة السياحة في الإمارات فمن ضمن هذا السياق ينبغي أن نفترض بأن المسؤولين الإماراتيين متوترون جدا عن المدى الذي ستكون بلادهم فيها معرضة إلى هجمات الحوثيين نحن نعلم بأن الإمارات العربية عموما تتسم بالاستقرار فهي ليست دولة معتادة على تلقي كثير من الهجمات كما حدث في يناير الماضي عندما كانت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ وكان هذا يعد أمرا جسيما من طرف الإمارات المتحدة ليس الإماراتيين فقط وإنما أيضا الوافدين الذين يقتنون في الإمارات والآن وقد انتهت الهدنة في اليمن فهناك بعض المخاوف الحقيقية في أبيضبي وعواصم خليجية أخرى عما يمكن أن يقوم به الحوثيون تاليا